السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة موعدنا مع مهارات المحادثة في اللغة الإنجليزية الجزء التاسع وهنتعرف فيه على أهم الجمل والعبارات الشائعة في المحادثات الإنجليزية سوف نبدأ اي الحديث عن النواية المستقبلية عندما أتحدث عن الأشياء والأفعال التي أنوي فعلها في المستقبل يمكننا استخدام تعبير سوف نبدأ الجملة ب معناها أنا سوف ويأتي بعدها الفعل مباشرة ويكون في المصدر بدون أي إضافات مثل إذا كنت أنوي شراء سيارة أقول إذا كنت أنوي مشاهدة التلفاز إذا كنت أنوي الإتصال بصديق أما إذا كنت أنوي الصفر إلى مكان ما مثل القاهرة أما إذا كنت تنوي دراسة الطب التعبير الأول الذي يمكن استخدامه هناك تعبير آخر يمكن استخدامه للحديث عن النواية المستقبلية ولكنه أقل شيوعا وهو معناها أنا أنوي أن ويأتي بعدها أيضا الفعل في المصدر بدون أي إضافات ويمكن تطبيقه مع الأمثلة السابقة بنفس الطريقة لذلك يمكن أن أقول مثل مثل عندما تسأل شخص عما ينوي فعله ماذا؟ سوف تفعل الإجابة سوف أقرأ كتاب نومبر تو براميسز براميسز تعني الوعود أو إعطاء وعود وقطع وعود هناك أكثر من طريقة للوعود الطريقة الأولى هي الأكثر استخداما باستخدام I promise أي أنا أعدك I promise I will I will ودائما ما نستخدم well في الوعود وليس going to going to تستخدم في تنبؤ بدليل أو في الخطط المستقبلية أو في النواية ولكن well تستخدم في الوعود تستخدم في الوعود I promise I will معناها أعدك أنني سوف أفعل ويأتي بعدها الفعل في المصدر الطريقة الثانية I swear I will معناها أقسم أنني سأفعل ويأتي بعدها الفعل في المصدر ويمكن أيضا استخدام trust me ولكن طبعا أقل شيوعا trust me معناها ثقف بي كن على ثقة في trust me ويأتي بعدها جملة كاملة الرد على الوعود غالبا عندما يعدني شخصا بشيء ما فإني أشكره باستخدام thank you thank you أي شكرا وأحيانا أشجعه على أن يفي بوعده باستخدام التعبير keep your promise معناها يجب أن تفي بوعدك example مثال are you sure you will do it هل أنت متأكد أنك ستفعل هذا I swear I'll do it أقسم أنني سأفعل هذا keep your promise معناها احفظ وعدك number three offering help أي عرض المساعدة عرض المساعدة عندما تجد شخصا يحتاج إلى مساعدة فإننا نستخدم طريقة من الطريقتين التاليين الطريقة الأولى can I help you can I help you ال هل يمكنني مساعدتك can I help you التطريقة الثانية باستخدام do you need هل تحتاج do you need do you need any help هل تحتاج أي مساعدة do you need any help الرد إذا كنت أحتاج المساعدة فيفضل أن أرد ب yes please yes please أي نعم من فضلك ساعدني أحتاج للمساعدة أما إذا كنت لا تحتاج للمساعدة فيمكن الرد ب no thanks no thanks لا شكرا أي أنني لا أحتاج للمساعدة example مثل can I help you هل يمكنني مساعدتك yes please I'd like to buy a dress نعم من فضلك أود شراء فستان I'd like to buy a dress معناها أود شراء فستان number four buying things شراء الأشياء buying things عند الذهاب لمحلات سواء كانت محلات لملابس أحزية وغير ذلك يفضل أن نستخدم العبارات الآتية I'd like to buy I'd like to buy معناها أود شراء I'd like to buy apostrophe d هنا اختصار لكلمة would 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 like لذلك نقولها مختصرة I'd like I'd like to buy a ويأتي بعدها الشيء الذي أريد شراءه هناك طريقة أخرى باستخدام I'm looking for I'm looking for معناها أنا أبحث عن شيء ما زي بالعمية كده ما أقول أنا بدور على بدور على الحاجة دي أعيزها I'm looking for ويأتي بعدها الشيء مثال Can I help you هنا البائع يعرض عليك المساعدة باستخدام Can I help you هل يمكنني مساعدتك يمكنك الرد بي Yes please I'm looking for a sweater I'm looking for a sweater 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 أي سترة أو بلوفر Number 5 Asking about favorite sport أو السؤال عن الرياضة المفضلة وهو من الأسئلة المشهورة والتي تستخدم كثيرا خاصة عندما تقابل غرباء وأشخاص لا تعلمهم تعرفهم جيدا فيمكنك أن تسألهم هذا السؤال عندما تسأل عن favorite sport أو الرياضة المفضلة فإنك تسأل عن شيء وللسؤال عن الأشياء نستخدم What's يعني ما أو ماذا فالسؤال يكون What's your favorite sport يعني ما رياضتك المفضلة What's your favorite sport لرد على هذا السؤال هناك طريقتين الطريقة الأولى فإنني أقول رياضة مفضلة هي كذا My favorite sport is وبعدها نقول الرياضة My favorite sport is Football My favorite sport is Tennis وهكذا أو الطريقة المختصرة والسريعة باستخدام I like I like I like أي أنا أحب ويأتي بعدها الرياضة مباشرة Example Do you like football هل تحب كرة القدم No I don't أي لا لا أحبها What's your favorite sport ما رياضتك المفضلة إذن I like basketball أنا أحب كرة السلة السؤال التالي Asking people to spell words طلب تهجي كلمة صعبة أحيانا بعض الناس يقولون كلمات تراها صعبة فتطلب منهم أن يتهجأ هذه الكلمة باستخدام السؤال التالي How وهو يعني كيف Do you spell Spell معناها تتهجأ How do you spell أي كيف تتهجأ ويأتي بعدها الكلمة الصعبة مثل How do you spell neighbor كيف تتهجأ كلمة neighbor neighbor يعني جار وهي من الكلمات الصعبة في الهجاء How do you spell station كيف تتهجأ محطة مثلا How do you spell line يمكن استخدامها مع أي كلمة لا أستطيع أو لا أعرف هجاءها فأسأل بي How do you spell How do you spell الإجابة تكون عن طريق هجاء الكلمة في صورة أحرف أحرف Example مثال هافترض أنني لا أعرف هجاء كلمة station station و station تعني محطة فأبدأ وأقول How do you spell station How do you spell station أي كيف تتهجأ محطة إزاي نتهجأ كلمة station أو محطة الرد S T A T I O N هذه هي طريقة هجاء الكلمات هذه هي نهاية الفيديو This is the end of the video I hope you enjoyed the video أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم Don't forget to subscribe to the channel لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديدة ويمكنكم أيضا مشاهدة جميع أجزاء هذه السلسلة وموجود الروابط في وصف الفيديو لا تنسوا عمل لايك للفيديو وشير للفيديو Thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته